بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بذور الشياء غنية جدا بالعناصر الغذائية والمعادن الهامة وإحدى الفوائد الرائعة لبذور الشياء هي مساعدتنا على تنحيث منطقة الخسر البطن وهذا كله بفضل الألياف القابلة للذوبان التي تبطئ من امتصاص الطعام وتمنحنا الشعور بشبع لفترة أطول علاوة على ذلك أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين مما يخفض الشياء بشكل ملحوظ بذور الشياء متوفرة عند العطار فقط أطلبي منه بذور الشياء هي معروفة في جميع دول العالم متوفرة عند العطار فقط بذور الشياء وهي متوفرة لدينا هنا بهذا الفيديو ثلاث وصفات سيصبح بطنه كممسوحا الشعر طويل وخالي من الشيب ووصفة للبشرة ستصبح جميلة خالية من التجعيد كبشرة الأطفال أولا بالنسبة لتنحيث منطقة الخسر لدينا هذه المكونات نأخذ ملعقة طعام كبيرة من بذور الشياء ملعقة طعام كبيرة من بذور الشياء ونضع عليها لتر من الماء العادي ماء عادي نضع لتر من الماء لا يكون ساخن ماء عادي ونضيف شرائح الليمون ليمونة واحدة فقط هنا تكفي ثم نضيف كوب من الشاي شاي أخضر جاهز يكون جاهز هنا يفضل بهذه الوصفة الشاي الأخضر إذا توفر لديك نوع شاي آخر مثلا الأسود أو الأحمر يمكن إضافته ولكن هنا الوصفة فعالة بالشاي الأخضر نضيف هنا كوب نقوم بتحريك المكونات جيدا مع بعضها البعض يجب تحريك المكونات لأن بذور الشياء هنا تتكتل نحرك المكونات كل خمس دقائق ونتركها لمدة نصف ساعة لتنقع لمدة نصف ساعة على حرارة الغرفة ما عادي بحرارة الغرفة لا توضع في الثلاجة وبعدها ونأخذ مقدار كوب من هذا المشروب بين الوجبات يكون قلت بحرارة الغرفة لا يوضع لا في الثلاجة ولا نقوم بتدفيراته وإنما بحرارة الغرفة نأخذ هذا المشروب مع البذور دون الحاجة إلى تصفيته هذه الوصفة آمنة للحوامل عفوا الحوامل تأخذ هذه الوصفة من الشهر الثامن حتى الشهر التاسع وآمنة كذلك للمرضعات وحتى الرجال يمكنهم تناول هذه الوصفة وبكل آمن قلت نأخذ كوب بين الوجبات ونستمر على هذا المشروب حتى نصل للقوام المطلوب بالنسبة لهذا المشروب يمنحنا الطاقة ويزودنا بالفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها جسمنا بإضافة إلى مضادات الأكسادة المتواجدة في بذور الشياء والشاي وألياف غذائية كما سبق وذكرت تمنحنا الشعور بالشبع لفترة طويلة ننتقل الآن لعمل وصفة الشعر لتطويل الشعر والقضاء على الشيب بالنسبة للشعر تطويله وإبات الفراغات وعلاج مشاكل أشيب نحتاج هنا لجال الألوفيرا الألوفيرا ممكن استعمال الجال عفوا من النبتة مباشرة أو حتى يمكن استعمال جال الألوفيرا من السيدلية حسب المتوفر عندك هنا طبعا الجال الطبيعي دائما يكون أفضل نضع نضع الجال في برطمان ونضيف عليه نصف ملعقة لهذه الكمية طبعا نضاعف الكمية حسب طول وكثافة الشعر نصف ملعقة من بذور الشياء هنا بذور الشياء طبعا تختلف عن بذور الكتان وقلت أنها متوفرة عند العطار ثم نقوم بمزج المكونات جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي ونتحصل على هذه الوصفة نتركها لمدة عشر دقائق وبعدها نقوم بتصفيتها واستعمالها على فروة الرأس نقوم بعمل تدليق على فروة الرأس لحوالي خمس دقائق ونوزع كامل الخلطة على الأطراف وكامل خصلات الشعر بالنسبة لصاحبات الشعر الجاف جدا يمكن إضافة ملعقة من حليب جوز الهند لهذه الوصفة أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو أي نوع زيت يناسبك بالنسبة لصاحبات الشعر الدهني نضيف ملعقة من عصير الليمون لهذه الخلطة تترك على الشعر من ساعتين إلى أربع ساعات أو حتى يمكن المبيث بها إلى الصباح نكرر استعمال هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع هي آمنة للحوامل والمرضعات والأطفال الصغار من عمر السنف ما فوق وحتى الرجال يمكنهم استعمالها لإنباد الفراغات وعلاج الصلاح وحتى لاللحية نستعمل هذه الوصفة عفوا صلاحية هذه الوصفة تكون في الثلاجة لمدة أسبوع كامل في حالة ما إذا أضفنا لهذه المكونات كابسولة من الفيتامين الصلاحية هي لمدة أسبوعين كاملين كما يمكن مضاعفة المقادر ننتقل الآن للمسك الصيني وهو رائع جدا كما سبق وذكرت لشد وإزالة التجعيد وبشرة جميلة كبشرة الأطفال نحتاج في هذه الوصفة إلى الحليب هنا بالنسبة للحليب يمكن استعمال أي نوع حليب حتى حليب الأطفال يمكن استعماله نحتاج إلى 6 ملاعق طعام كبيرة من الحليب نضيف على الحليب هنا ملعقة صغيرة من نشا الذرة يمكن استبدال نشا الذرة بنشا الأرز أو نشا البطاطا حسب حساسية ونوع البشرة ثم نضيف ملعقة صغيرة من بذور الشيا إلى هذه المكونات نخلط جيدا وتوضع هذه المكونات على نار هادئة جدا مع التقليب المستمر حتى نتحصل على كريم مثل المهلبية ونتحصل على هذا الماسك وهو طبعا كما سبق وذكرت صيني وطريقة الاستعمال ننظف بشرة الوجه جيدا بالغسول المناسب وبعدها نجفف البشرة إذا لم نقوم بعمل تقشير للبشرة مرة كل أسبوع نقوم بتقشير البشرة أولا حتى يظهر لنا مفعول هذا الماسك وبعدها نوزع هذا الماسك على كامل بشرة الوجه بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه على منطقة حول العيون ويمكن استعماله حتى على الجفون ونتركه لمدة نصف ساعة طبعا دائما مع الاسترخاء حتى تظهر لنا نتائج الماسك ونقوم بشطفه مباشرة بماء بارد نكرر استعمال هذا الماسك يوميا إذا كنا مستعجلين على ظهور النتائج يمكن استعماله صباحا وليلا قبل النوم هذا الماسك صلاحيته تدوم لمدة ثلاثة أيام إذا قمنا بإضافة كابسولة من كابسولات الفيتامين اي لهذا الماسك الصلاحية تكون لمدة أسبوع كامل في الثلاجة وبعدها يمكننا تجديد هذه الوصفة هي آمنة للحوامل والمرضعات والبنات من عمر العشر سنوات فما فوق يمكن استعماله إذا كانت البشرة بها آثار آثار أشعة الشمس اسميرار أو حتى الحب الشباب وآثار حب الشباب بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة